بص احنا رجعنا اتدل مع معا بتاعتنا الجميلة دوريات ده الاوروبية والبريمير ليج والحاجات الحلوة دي خلينا خلينا معاك الاول في فترة الانتقالات اللي هتبتدي عشان الاخبار سخنة جدا في القصة دي يبتدت اوفيشي بالزبط يعني فاول انتقال عنوانه عريض جدا الكونر جاجبو اللعيب اللي احنا شوفناه كله في منتخب ولندا في كاس العالم وانتقاله ليفر بول في 24 ساعة يعني بدون اهتمام مسبق بدون مؤشرات اولية بدون اي حاجة فجأة ليفر بول بيعلن عن الصفقة وكل حتى للصحفيين الكبار جدا والمهتمين بالانتقالات العموما باخبار الانتقالات قالوا للصفقة قبلها بتلات ساعات فعايز اتكلم عاك برضو في الجزئة دي سريعا يعني بس تعالى نتكلم على الصفقة عموما صفقة بتاعة كونر جابو انتقاله ليفر بول مقابل 37 مليون باوند كمبلغ رئيسي يعني والحوافز والمكافئات والحاجات اللي بتوقع في الباكتج بتاعة الصفقة بتوصل لخمسين مليون باوند رأيك اجمالا ايه في الصفقة وليفر بول احنا يعني كلنا كنا بالقول القصة دي انه محتاج تدعيم قصلا من الموسم الماضي لا طبعا صفقة وفقا للي احنا شفناه مع منتخب هولندا من جاجبو لا صفقة مرباحة طبعا احنا نتكلم في لعيب احرص في اول ثلاث اهداف له في تاريخه في كاس العالم وده رقم لما تم كان رقم قياس يعني لعيب يحرص في اول ثلاث مباريات في اول ثلاث جوالات ده شيء يحسب له على شخصية قواية جدا لعيب صغير في السن لعيب مقدم موسم هال جدا مع بي اس بي على انضهافن لعيب هو من الموسم الماضي على فكرك عماشي بشكل خائز مدن هو واضح انه هو ده جوهارة هولندا اللي جاية بس كلامك كان فيه اكتر من شق اول شق انه هو هيعمل ايه مع ليفر بول وهيلعب ازاي الشق التاني الصفقة اللي تمت في 24 ساعة بعد حديث مطول من منشستر اونايتد وحديث كبير من منشستر اونايتد ثم فجأة ليفر بول ييجي ياخد اللاعب والسرية التامة اللي كانت فيها الصفقة وهل اللاعب مقتنع اصلا بمشروع ليفر بول ولا كان مقتنع بمشروع منشستر اونايتد بس شافين ليفر بول فرصة فيه كلام كتير على الصفقة بس خلينا نتكلم عليها في الاول فنيا لا انا شايف انه هو بروفايل لاعب ليفر بول محتاجه خاصة بعد ساديو مانيه جاكبو مش عايز اقول انه خليط ما بين مانيه وفرمينو ولكن هيقدر يديك الدورين مانيه كان لعيب قوي جدا بدنان كان لعيب سكواد بلاير او تيم بلاير اكتر منه سكواد سكواد بلاير ده لعيب للفرقة ممكن اقعد على الدكة لكن تيم بلاير لعيب بيضحي بنفسه عشان خطر الفريق جوه الملعب ودريبلر يعني لعيب يعافي رأسه وده مهمة جدا فده كان موجود في ساديو مانيه في نفس الوقت هو لعيب كتير جدا كمهاجم واهمي مع بي اس بي عين دهوبن وحتى مع منتخب هولندا في كاس العالم شفنا بيلعب كمهاجم متحرك برا مطاية الجزاء وده دور بيقدمه فرمينو فبالتالي هو لعيب هتقدر تعتمد عليه في الدورين سواء لعبت بدارو النونيز وحطيته هو جناح جنب صلاح ناحات تانية او لعبت به هو كمهاجم وطلعت نونيز برا او لعبت دياز فهيفيدك فنان هيفيدك بشكل كبير جدا لعيب كرته حلوة دريبلر زي ما انت بتقول قوي على المرمى وإفكتف على المرمى شويت بيشوت هدفه في الإكوادور او هدف في السنغال هدف قوي جدا تسديده من بره الثمنتاشر فالراجل احرص في اول ثلاث اربع مباريات كاس العالم اعيز اوقفك ثانية واحدة بس عشان فيه نقطة في دماغي جد الوقت هل تتوقع ان جاجبه بكل اللي احنا بنتكلم عليه بالبرفايل اللي احنا بنقول عليه ده يبقى مناسب أكتر لليفر بول كمهاجم وجنبيه ناحية الشمال ويس دياز اللي حافظ مكانه كبير جدا لولها الإصابة وصلاحنا حيتلمين وياخد مكان نونيز اللي هو يبقى بيحاول نونيز اللي هي خشة السلاسي ده ولا هيبقى التركيبة دي كلها بوجود نونيز أساسي يعني انت شايف هيبقى مين أفضل لليفر بول وفقا مرضو اللي انت شفته من نونيز انا عارف انت لسا ما شفتش جاجبه مع ليفر بول بس اقصد توقعاتك كبروفايل نونيز هو المناسب حاليا للسلاسي يبقى مقتنع به مع ليفر بول لو لويس دياز مسلا رجع ولا جاجبه ده ممكن ياخد مكانه ولويس دياز وصلاح كده كده حاجزين مكانه ما هو دي واحدة من أهم مميزات جاجبه انه هو ميديك الحلين عشكرا قلت لك هو خليط او بيجمع أبرز الصفات اللي عند فرمينو وعند مانين وده طبعا مش استعجال مننا في الحكم على اللاعب ده رصد الامكانيات وينجح لما ينجح دي دي قصة تانية هنساجم مش هنساجم يعني ما حدش كان يختلف على امكانيات نونيز مع بن فيكا بس مع ليفر بول حتى هذه اللحظة لم يقدم اي كرامة يعني بالعكس لعيب يضايع فرص كتير جدا هو بيتمركز كويس قوي بس انا احساسي الشخصي ان مشكلة مش فنية هو مش قادر يواكي بالدول الانجليزي لسا مراهق يعني 24 سنة غيروا بيلنجهام 19 سنة تحسوا العيبة عندهم 29 سنة فهوههو لحسها عقلية شوية لسا مش قادر يندمج مع بريمير ليج متعرفش دي بقى مشكلة لغة مشكلة اجواء مشكلة انه فرحان قوي انه هو في البريمير ليج فانا نجم بس انて لازم توطيره عشان تبقى نجم في قصص كتير جدا في حتة نونيز بس خلينا نوصل للخلاصة ان نونيز لم يقدم الافضل في رأيي لويس دياز صلاح جادبو ده الأفضل في رأيه لأن لويس دياز رغم أن المستوى لأن ده يبقى ثلاثي فعلا زي ما يرجع كلوب دائما بيحب غير متوقع تماما كله يلعب تسعى جادبو لما يروح هنا وصلاح يروح هنا هتمشي جادبو يطلع هنا لويس دياز يجي هنا فصلاح يجي هنا هتخدمه بشكل كبير جدا بس هنا عندنا في نقطة نونيس ده جايب 100 مليون من 6 شهور ولويس دياز السنة دي أقل من السنة الفاتت بس يبقى لعيب مؤثر عنده دوره عنده حلول مش عنده نونيس لا والإصابة حرمته اللي هو كان حتى قبل 3 اصابة على طول 3 اربع متشكل يجيب جوان ورجله في الملعب فبالتالي نونيس هو اللي في خطر والمئة مليون مخليه عدارة نيفربول في خطر أكبر لأن ده العيب باين قوي انك لو ركنت انه فشل مش عرفت سواقه تفضل بقى تطلقه عندي كارول من الآخر لحده ما الدنيا تبوش على الآخر فلا نونيس هو اللي في خطر نونيس في خطر كبير جدا